اهلا بكم مشاهدينا من جديد افتتح سعادة الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بمركز التدريب التابع لهيئة الكهرباء والماء في سترة الدورة السادسة من البرنامج التدريبي لتأهيل المقاولين والاستشاريين المختخصصين في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للحصول على شهادة الاعتماد من قبل هيئة الكهرباء والماء وقال الدكتور ميرزا أن هذا النجاح يأتي انطلاقا من اهتمام مملكة البحرين بترسيخ مفاهيم الطاقة المستدامة في البلاد ضمن الرؤية الاقتصادية 2030 مشيدا بالجهود والتعاون المبذول من قبل كل من هيئة الطاقة المستدامة وهيئة الكهرباء والماء وبالدعم الذي التزم به برنامج الأمم المتحدة الاعتماني في مملكة البحرين بتقديمه وإتاحته الفرصة لجلب الخبرات العالمية ذات الاختصاص لاستفاد منها في البرنامج التدريبي والمتمثلة بشركتي CESI وجي لانكا أشهد الجهاز الوطني للإيرادات بالتجاوب الكبير الذي أبدته كافة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال مسارعتها في التسجيل المبكر للقيمة المضافة وذلك من أجل الإسهام في التطبيق السليم لكافة العمليات المتعلقة بها وقام الجهاز الوطني للإيرادات بتوفير كافة المعلومات أمام عموم الجماهير والمؤسسات والشركات عن طريق الورشات التعريفية وقنوات التواصل الاجتماعي أو عن طريق الإعلام المرئي والمسموع كما أوضح الجهاز للشركات كافة متطلبات التسجيل التي تمكنها من استرداد مبلغ القيمة المضافة الذي تم دفعه وذلك من أجل سلاسة الإجراءات وتنظيم العمليات المتعلقة بالتسجيل في القيمة المضافة وهو الأمر الذي كان له الأثر في الإقبال الكبير من كافة المؤسسات والشركات على التسجيل المبكر في القيمة المضافة عقدت بورصة البحرين بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط ميرا ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية برنامج الشهادة بيع بي أف التخصصية المعتمدة في مجال علاقات المستثمرين سي آي آر او ولأول مرة في مملكة البحرين تحت مضلة أكاديمية الاستثمار وقد انطلق برنامج الشهادة التخصصية المعتمدة في مجال علاقات المستثمرين كجزء من خطة بورصة البحرين لتطوير مهنة علاقات المستثمرين وتعزيز الممارسات العالمية بين الشركات المدرجة في سوق المال حيث يهدف البرنامج لتسويد المهنيين المشاركين فرصة فريدة من نوعها للحصول على الاعتماد الأكاديمي في مجال علاقات المستثمرين لما لهذه المهنة من أهمية متزايدة في الشركات المدرجة والآن نترككم مع سعر صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 0.01% مغلقاً للتداولات عن مستوى 1583 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاستثمار وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 5 ملايين و 161 ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 979 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 62 صفقة وقد تركز النشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاغات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 0.68% أما بالنسبة لمؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أغلقت على تقدم نسبته نصف نقطة مئوية تقريباً وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجلت تقدم نسبته 0.72% أما السوق دبي المالي فقد ارتفعت بنسبة 1.05% وأخيراً سوق العاصمة العمانية واسقط الذي أغلقت على انخفاض نسبته 0.14% بلغت استثمارات السعودية في أذنات وسندات الخزانة الأمريكية 178.9 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 181.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام ذاته ووفقاً لتحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية صعد رصيد السعودية من سندات وأذنات الخزانة الأمريكية بنهاية أكتوبر 2019 على أساس سنوي 4.4% بما يعادل 7.6 مليار دولار وفي نهاية أكتوبر 2019 احتلت السعودية المرتبة الثانية بين كبار المستثمرين في سندات وأذنات الخزانة الأمريكية بعد كل من اليابان التي تفوقت على الصين في ظل تراجع استثمارات بيكين بالتزامن مع الحرب التجارية وقعت مصر والبنك الدولي منحة مشروع صندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية لدعم إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصائيات بقيمة 2.5 مليون جنيه وجاءت هذه المنحة من الصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية ويديرها البنك الدولي بصفته مدير المنحة المقدمة من مختلف المانحين ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويتكون المشروع من إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات وإعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات والدعم المتعلق بنشر مواد الاتصال وتنفيذ إجراءات بناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية إلى جانب تنظيم بعثة دراسية لبعض الأعضاء المختارين من فريق الإعداد مجاهدين النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل اندماج فيات كرايسلر وبيجو لتأسيس الرابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم قالت وكلة فتش للتصنيف الاعتماني أن اتفاق المرحلة واحد التجاري بين الولايات المتحدة والصين أداء توترات التجارة لكن خطر التصعيد قائم مجددا وقالت وكلة التصنيف أنها الآن تتوقع أن ينمو اقتصاد الصين بما يقرب من 6% في 2020 مقارنة مع توقعها السابق عند 5.7% وذلك بعد اتفاق التجارة الأولي وكان نمو الصين الاقتصادي قد تراجع إلى أدنى مستوى فيما يقرب من 30 عاما عند 6% في الربع الثالث إذ أثرت الحرب التجارية ضاربة سلبا على إنتاج المصانع اعتبر محلل في وكالة موديز أن ديون الشركات في الصين تمثل الخطر الأكبر على الاقتصاد العالمي وقال مارك زاندي كبير الاقتصاديين في وكالة موديز للتصنيف الاعتماني في تصريحات نقلتها محطة CNBC الأمريكية إن ديون الشركات الصينية أكبر خطر أمام الاقتصاد العالمي حاليا مع حقيقة أنها تنمو بسرعة كبيرة وأشارت فاتش إلى أن 4.9% من الشركات الخاصة الصينية تعثرت عن سداد ديونها المقاومة بالعملة المحلية اليوان في أول 11 شهر من العام الحالي وهو مستوى قياسي مرتفع والآن مشاهدين نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا الاقتصادية قالت فيات كريسل وPSA المصنعة لسيارات فيجو أنهما اتفقت على اندماج ملزم في صفقة بقيمة 50 مليار دولار ستمهد الطريق إلى تأسيس رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم وأعلنت الشركتان متوسطة الحجم قبل 6 أسابيع عن خطط الارتباط ستعيد رسم القطاع العالمي في وقت يواجه فيه مصنع السيارات تراجعا عالميا في الطلب ويهدف الدمج إلى تحقيق وفورات سنوية في التكاليف قدرها 3.7 مليار يورو من خلال الدمج بين التقنيات وعبر اتفاقات شراء مشتركة